نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون القاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشركها في التعديلات بما يضر بمصالحها وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لأنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها موضحا أنه في حال وجود أي قوانين أو تعدد الإرتة تخص عمل شركات السياحة فإن وزارة السياحة ملتزمة تماما بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين أو القرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي